السلام عليكم اليوم هو الحلقة التانية من شرح كتاب وناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ما نشتغل كده ونقول أحب أقول كلمتين السلسلة دي معمولة علشان حاجتين أول حاجة إنك تمارس اللغة الإنجليزية ودي بها تحتاج مستوى متقدم تاني حاجة إنك ممكن تكتسب معلومات عن الدين بتاعك بسهولة وأحب أقول كمان اعذروني على أي أخطاء في اللغة العربية أو عدم السلسلة أو التحدث باللغة العربية بشكل لائق تماما لأن ثقافتي في المصادر الدينية هي ثقافة من اللغة الإنجليزية أنا ما قرأتش المحتوى دي باللغة العربية قبل كده وما قرأتش عن القصص دي قبل كده ولكن أنا نفسي كنت بطور اللغة بتاعتي بالقراءات الإنجليزية فما علشي أعتذر عن أي أخطاء ممكن تحدث طيب نبتدي كده زينب زينب السلسلة زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو العص وأبو العص ده زوجها قصة الحب زينب بنت محمد was the eldest daughter of the Prophet Muhammad زينب بنت محمد كانت الإبن الكبر للنبي صلى الله عليه وسلم by his first wife خديجة رضي الله عنه من زوجته خديجة رضي الله عنه زينب was the daughter of the Prophet peace be upon him and her cousin أبو العص was خديجة رضي الله عنها's nephew السيدة زينب كان البنت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو العص كان ابن خلها ابن أخو السيدة خديجة he was one of the nobles one of the nobles of the Quraysh كان واحد من نبلاء Quraysh and the Prophet صلى الله عليه وسلم loved him very much النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه جدا one day أبو العص went to the Prophet صلى الله عليه وسلم before he has received his mission of prophethood and said أبو العص رح للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما النبي تنزل عليه الرسالة والنبوة وقال I want to marry your eldest daughter إني عايز أتزوج ابنتك الكبر سيدة زينب so the Prophet replied النبي رضي عليه وقال I must ask her first لابد أن أنا أسألها الأول he saw he صلى الله عليه وسلم went to Zainab and asked her رح لسيدة زينب وقال لها your cousin came to me and he wishes to marry you do you accept him as your husband قال لها إن ابن خالق جاء ويريد الزواج منك هل تقبلينه كزوج her face turned red with bashfulness and she smiled طبعا وجهها حمر من الخجل وابتسبت علامات القبول سوزينب بنت محمد married أبو العاص the beginning of a great love story تزوجته وكانت دي بداية قصة حب عظيمة they had two children علي who died in childhood and أمامة who was married to علي رضي الله عنه after the death of فاطمة رضي الله عنه خلفوا أو أنجبوا علي ودا توفى وأمامة ودي تزوجت سيدنا علي رضي الله عنها بعد موت السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم then محمد صلى الله عليه وسلم became a prophet while أبو العاص was away from mecca النبي نزلت عليه رسالة بينما أبو العاص لم يكن في مكة كان خارج مكة أبو العاص returned to find his wife رجع أبو العاص to find his wife a Muslim عشان يلاقي زوجته مسلمة when he first came back his wife said I have great news for you لما رجع رحت السيدة زينبا وقيت له أنا عندي أخبار عظيمة ليك he stood up and left her وقف وطركها ويبدو أنه كان عارف عن الموضوع ومش راضي زينب was surprised and followed him as she said زينب تبعته وقعد الله عنه وبتقول له متفجأة my father became a prophet and I have become a Muslim إن أبي بائي نبي صلى الله عليه وسلم وأنا بقيت مسلمة he replied رد على وقال why didn't you tell me first ليه ما خديش رأيي الأول hence a big problem began between the two حصل بينهم مشكلة a problem of religion and belief مشكلة تخص الدين والاعتقاد she told him بتقول له قالت له I wasn't going to disbelieve in my father and his message he is not a liar and he is the honest and the trustworthy قالت له أننا لا يمكن أننا لا أؤمن برسالة أبي وهو الصادق الأمين I am not the only believer my mother and my sisters became Muslims and my cousin علي ابن أبي طالب became a Muslim your cousin عثمان ابن عفان became a Muslim and your friend أبو بكر became a Muslim قالت له مش أنا بس اللي أسلمت دي أمي أسلمت وأخواتي وابن عمي علي بن أبي طالب وابن عمك عثمان ابن عفان وصديقك أبو بكر كل دول أسلموا he replied رد عليه وقال well as for me I don't want people to say he let down his people and his forefathers to please his wife قال لها ما بالنسبة لي أنا مش أخلي مش أخلي الناس تقول إن أنا تركت دين أبائي وأجدادي علشان أقعد زكتي يبقى المسألة عنده كانت مسألة يعني الأجداد والأباء دين الأباء ولكن ما فيهاش مشكلة في النبي صلى الله عليه وسلم وكان عارف أنه الصادق الأمين هنعرف دلوقتي and I am not accusing your father of anything وأنا يعني ما باتهمش أبيك بأي شيء هو هو فاهم إن النبي على حق أو دي كانت المشكلة معهم كلهم كانوا عافين النبي على حق Then he said so will you excuse me and understand she replied and understand هو بيقول لها يعني هتعضريني وتتفهميني Then she replied ردت وقالت who will execute and understand you if I don't وهو مين يفهمك ويعذرك غيري لو أنا ما عملتش كده بتقف جنب I will stay beside you and help you until you reach the truth أنا هفضل جنبك لحد ما يتبين لك الحق يعني and she kept her word for twenty years فضلت على كلمتها وعلى وعدها له عشرين سنة ما كانش ينزل طبعا التحريم اللي هو عدم زواج المسلمة من غير المسلم أو الفصل بينهم ما كانش ينزل قريش pressured أبو العاص refusal to convert to islam وفضلوا مستمعين في الحياة مع بعض ورفضوا مستمعين في الحياة رغم عدم عدم كونه مسلم زينب remained in مكة when the other muslims immigrated to مدينة زينب فضلت في مكة بينما المسلمين الاخرين هجروا للمدينة أبو العاص remained an unbeliever أبو العاص ما أسلمش and then came the migration وبعدين جات الهجرة زينب went to her father زينب راحت لأبيها النبي صلى الله عليه وسلم and asked him for the permission to stay with her husband بتطلب منه الإذن والسماح إنها تفضل مع زوجها the prophet صلى الله عليه وسلم replied رد عليها النبي وقال stay with your husband and children and ابقي مع زوجك وأطفالك فضلت السيدة زينب مع زوجها لحد غزو بدر مواقعت أبو العاص was to fight in the army of كوريش against the muslims وأبو العاص كان في جيش كوريش ضد المسلمين for زينب it meant that her husband will be fighting her father a time زينب had always feared ده 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 معنى إن أبو العاص هيقاتل ضد أبيها وده موقف كانت زينب بتخيف منه دايما حملة هم she kept crying out وفضلت تناجي وتقول oh الله I fear one day the sun may rise and my children become orphans or I lose my father إن أنا أخشى إن يأتي يوم أطفال ييتموا أو أفقد والدي يعني هتفقد زوجها يا أبيها المعركة بدأت وانتهت بنصر المسلمين أبو العاص تم أسر بوسطة المسلمين النوز of this reached مكة زينب asked زينب بتسأل what did my father do إيه حال أبي عمل إيه they told her the Muslims won قالوا لها المسلمين كسب فصلت لربنا وشكرته وتمام الحمد الله then she asked what did my husband do فسألت عن حال جزة إيه اللي حصل له they said he was captured قالوا لها إنه تم أسره قالت إنها تبعت زي فدية يعني علشان تطلق صراح وتفدي ما كانش معها فلوس أو حاجة يعني ذات قيمة so she took off her mother's necklace فألعت قلادت أمه سيد خديج وضع الله عنه and sent it with أبو العاص brother وبعتت مع أخ أبو العاص to to the prophet للنبي صلى الله عليه وسلم while the prophet صلى الله عليه وسلم was sitting بينما النبي كان جالس taking payments and releasing captives وسأل وسأل payment is this دي علشان يفدو بها مي they said أبو العاص بن ربيع قاله دا علشان أبو العاص بن ربيع he cried and said وقال this is خديجة's نيكلاس دي قلادة خديجة أول ما مسك النيكلاس القلادة قاله شعور بالعاطفة الجياشة و his heart palpitated يعني قلبه خفق لذكرى السيدة خديجة the companions who were present their gaze in amazement having been captivated by the magnificence of the situation طبعا الصحابة كلهم في حال الذهول تام من هول الموقف after long silence وبعد صمت طويل the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم stood up and said وإفو قال النبي people this man is my son in law should I release him هذا الرجل زوج بنتي أو زوج ابنتي هل يعني يتوجب عليه أن أنا أطلق صراحه بياخد رأيهم شورة طبعا الأمر شورة and you accept the return of this necklace to my daughter هل 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 تقبل هل تقبلوا أن أرجع كمان القلادة للبنتي they answered in unison جوب في انسجام كلهم مع بعض على قلب رجل واحد وقال yes message of Allah نعم يا رسول the prophet صلى الله عليه وسلم gave the necklace to أبو العاص and said to him النبي اد العقد أو القلادة لأبو العاص وقال له tell زينب not to give away خديجة نيكلس قال له قول لي زينب ما تفردش في عقد أو قلادة خديجة then he صلى الله عليه وسلم said أبو العاص can we speak privately وقال أبو العاص ممكن نتكلم فراد he took him aside and said أخذ على جنب وقال له الله has ordered me to separate between a Muslim and a disbeliever نزل بقى التحريمة قال له إن ربنا أمرني إن أنا أفصل بين المسلم وغير المسلم في الزواج يعني المسلمة بغير المسلم so could you return my daughter to me ممكن ترد علي ابنتي أبو العاص reluctantly يعني أبو عاص بتردد وعدم رغبة أو كرهن agreed وافق زينب stood on the gates of mecca waiting for the arrival of عاص زينب وقف على أبواب مكة مستنية وصول زكاة أبو العاص when he finally came he said I'm going away يعني أنا هذهب لحال سبيل she asked where to بتسأله تقول على في he replied it is not me he's going it is you مش أنا همشي ده انت لا تمشي you are going to your father انت هت رحي عند والدك we must because you are Muslim لازم نعمل كده انك مسلمة ممكن تسلم وتيجي معايا but refused ولكن ورفض زينب accepted this instruction زينب ابلت طبعا بهذه التعليمات about a month after the battle زينب's adopted brother زيد arrived in مكة to escort her to مدينة وبعد شهر من معركة باتر جه سيدنا زيد علشان اللي هو أخو السيدة زينب بالتبني علشان ياخدها أو يصاحبها إلى المدينة والهودة اللي هو الهودج اللي بيبقى فوق الجمل بيقولوا عليه باللغة الإنجليزية letter L-I-T-T-E-R ولكنه هنا برضو بيستعملوا الكلمة دي في اللغة الإنجليزية عادي she entered واخد الجمل واخد الجمل واخد الجمل وسحبه لحد زيد في وضح النهار ودي كانت مشكلة الكريش اعتبروا ده كتباهي وتفاخر وتكبر من محمد وانتصار يعني في معركة ما قبلوش الوضع ده انها تطلع في وضح النهار قدامهم تتحدي لهم يعني او مذلة لهم مجموعة منهم طلعوا وزينب تبعوها وتمكنوا منها في رجل اسمه حبار ابن الاسود هددها بالروح and pushed her وزقها she fell out of the howdah onto a rock وقعت من الهودج على صخرة وده هتعمل لها مشكلة كنانا showed the arrows in the quiver and threatened to kill anyone who came any closer كنانا اللي هو ماخدها to escort her او ماخدها لحد زي اللي هو اخذوكها طلع طبعا وراهم الاسم اللي في الجعبة بتاعته وبيهدد اي حد هيقرب منها then ابو سفيان arrived وصل ابو سفيان telling كنانا to put away his bow so that they could discuss it rationally قال لكنانا انه ينزل القص بتاعه فيش داعي للكلام ده عشان يتكلمه بعقلانية شوي he said that they had no intention of keeping a woman from her father in revenge for بد قالوا انه ما معدوش اي نية انه ما يبقوا على سيدة يعني انتقما من ابيها في معركة بد but that it was wrong of كنانا to humiliate to humiliate the quraish further by parading her removal in public قال انه كان خطأ كبير من كنانا انه يعني يذل القريش بانه بيستعد وطالع بيها في وضح النهار امام العام he must do it quietly لازم يعمل الموضوع ده بهدوء وبصمت كلا في الدرة زي ما بيقول when that shutter had died down لما الكلام بينهم والثارثاء يعني خلصت كنانا took زينب home again كنانا اخذها للبيت تاني there وهناك she suffered a miscarriage هي تعرضت للاجهاض كانت حامل بسبب الوقع losing great deal of blood وفقد الدم كتير which she attributed to having been assaulted by حبار وطبعا ارجعت الموضوع ده لخبطتها او اعتداء هبار عليها a few nights later بعد بضع ليالي كنانا took her quietly to meet زيد اخدها بها بها مراد عشان تروح لزيد ورفقها الى المدينة زينب وانس بن مالك ريكول اخدت اخذت ابنها وابنتها وصفت للمدينة and for six years she refused to remarry وبعد ست سنين رفض الزواج ابو العاص was traveling in a caravan from mecca to syria ابو العاص مسافر في قافلة من مكة لسوريا قافلة تجارية زينب did not see her husband again until september or october 627 هي ما شافتش جوزها في مرة تانية خالص طول ست سنين لحد التاريخ ده when he entered her house in مدينة by night دخل يخبط على بيتها بالليل في المدينة asking for protection بيطلب حمايتها he knocked on the door shortly before the dawn prayer بيخبط على الباب قبل صلاة الفجر بحاجات بسيطة she opened the door and asked him فتحت وسألته did you become a Muslim انت اسلمت he whispered هما سؤال no i come as a fugitive انا جايك ايه كهارب يعني لا جئ لك she implored him once more ترجطه مرة تانية can you become a Muslim ممكن تسلم again his answer again his answer was a negative رفض تان do not worry she said متئلاش بتقول له welcome my cousin welcome مرحبا بك ابن خالي the father of علي الأمامة يا أبو علي وأمامة after the prophet صلى الله عليه وسلم prayed the dawn prayer in congregation بعدما النبي صلى صلاة الفجر في جماعة with the people مع الناس they heard a voice from the back of the mosque سمعوا سلط من خلف المسجد I have freed أبو العاص ابن ربيع أنا حررت أبو العاص ابن ربيع فديت زينب had granted أبو العاص freedom أعطت حريت the prophet صلى الله عليه وسلم asked سأل النبي have you heard what I heard سمعين لنا سمع they all said yes messenger of Allah آل نعم يا رسول الله زينب said آل زينب he's my cousin and the father of my children and I have freed him إن هو ابن خالي وأب أطفالي وأنا حررت the prophet صلى الله عليه وسلم stood up and said النبي if when all people I declare that this man was a very good son-in-law he never broke his promise and neither did he tell lies so if you accept I will return his money back and let him go قال أيها الناس إننا بأعلن إن هذا الرجل كان زوج ابن جيد ولم يخلف وعده أبدا ولم يكذب في حياته قضل وإذا وفقتم سأعيد له ماله وسأطلق صراح if you refuse it's your decision and I will not blame you for it والله ورفضتم خلاص دقاركم ولا يعني مش هلوم حد علي the companions agreed كل الصحابة وفقهم we will give him his money هنعطيله ماله so the prophet صلى الله عليه وسلم سدته زينب إن نبي قال لزينب we have freed the one you have freed احنا حررنا اللي انت حررتي أو زينب then he saw he صلى الله عليه وسلم went to her and told her إن نبي رحله وقال لا be generous to him كوني كريمة معه he is your cousin وابن خالك and the father of your children وابو أطفالك but don't let him get near you بس لا تسمحي له بالقرب منك he is prohibited for you إنه محرم عليك she replied ردت وقالت show father بالطبع أو بالتأكيد I'll do as you say سأفعل ما تقول she went in and told her husband oh أبو العاص didn't you miss us at all يا أبو العاص ألم تفتقدنا كلنا طبعا بتحل القلبه تاني علشان يدخل الإسلام won't you become a Muslim and stay with us ما تسلم وتستقري معانا but he refused لكنه رفض أبو العاص then took the money and returned to مكة خاد الفلوس رجع لمكة once he returned he stood up and announced أول ما رجع وإفو أعلا oh people here is your money يا أيها القوم ها هو ما لكم is there anything left هل يعني في حاجة مفقودة منه thanks a lot they replied no أبو العاص there is nothing left هل له لا يا أبو العاص ما في حاجة مفقودة thanks a lot شكرا so أبو العاص said فأألهم بأبو العاص I testify that there is no God but Allah and Muhammad is his messenger إننا أشهد أن لا إله إلا الله وأن Muhammad رسول الله then he went back to Medina and ran to the prophet رجع على المدينة وقرع على النبي صلى الله عليه وسلم as he said وبيقول dear prophet you freed me yesterday and today I say that I testify there is no God but Allah and you are his messenger إنك حررتني بالأمس والنهاردة أنا جاء على لشان أقول أنه لا إله إلا الله وأنك أنت رسول الله he asked the prophet will you give me the permission to go back to Zainab وطلب من النبي هل يعطي له الإذن أن يرجع لزينب the prophet صلى الله عليه وسلم smiled and said النبي ابتسم وقال come with me تعال معي he took him to Zainab's house and knocked on the door أخذوا على بيت Zainab وطرقوا على الباب the prophet صلى الله عليه وسلم said النبي قال oh Zainab your cousin came to me and asked if he can return to you ابن خالك يا آيلي وطلب العودة إليك just like 20 years before كما كان الأمر من 20 عاما her face turned red with bashfulness and she smiled تالي برضو والشاح ماري خجلا وابتسمت the sad thing was الشيء المحزن a year after this incident بعد سنة واحدة من هذا الموقف Zainab died ماتت السيدة زين أبو العاص shed hot tears because of her death أبو العاص زرف عليها دموعا and drove those who were around him to tears وابكى من حوله the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم came with eyes full of tears النبي جاء ودموعه مليانة وعيونه مليئة بالدموع and a heart full of soul وقلبي مليئ بالحزن زينب's death reminded him of the death of his wife خديجة موت السيدة زينب فكر وذكر بموت السيدة خديجة رضي الله عنه he told the woman and للنساء who gathered around زينب's corpse اللي مجتمعين حول جسة السيدة زينب أو جسمنها جسمن السيدة زينب wash her three times اخسلوها ثلاث مرات and use comfort واستغدموا الكفور in the third wash في المرة الثالث he performed funeral prayers on her and followed her final resting place صلى عليها صلاة الجنازة وتابعها لمثواها الأخير أبو العاص returned to his children ورجع أبو العاص الأطفال علي أن أمامه kissing them and wedding them with his tears يقبلهم ويبللهم بدموع he remember the face of his deported darling وتذكر وجه محبوبته التي فرقت الحياة may Allah be pleased with ذينب رضي الله عنه وارضاه اللهم اوضع عن زينب the prophet's daughter ابنة النبي صلى الله عليه وسلم may he reward her with paradise اللهم كافئها بالجنة for her patience على صبرها endurance وتحملها and struggle وكفحة أبو العاص would cry so previously وكان أبو العاص يبكي هذل يعني بغزارة وبشدة that the people saw the prophet himself weeping and calming him down نظركت ان الناس شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بيهدي وبيبكي معه وبيهدي أبو العاص would say وابو العاص كان يقول باي الله I can't stand life anymore without زينب والله إذا أستطيع أن أتحمل الحياة بدون زينب he died one year after زينب's death ومات بعد عام من موت زينب دي كانت القصة بتاعة أبو العاص وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أتمنى أن القصة تكون زودت من معلوماتك الدينية وتكون زودت من معلوماتك برضو اللغوية ونتقابل في مع صحابة تانين إن شاء الله وأشوفكم على خير وما تنسونش من الدعاء السلام عليكم